ويستمر الصراع بلا هوادة حتى الدقائق الأخيرة وبدلا من حسم سباق الكتلة البرلمانية الأكبر زاد التنازع وتصاعد الخلاف بشأنها ليلا يعلن اتلاف النصر بزعامة العبادي تشكيله الكتلة البرلمانية الأكبر المشكلة للحكومة ضمة عدة اتلافات على رأسها سائرون المدعومة من الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم والجبهة التركمانية وجزء من تحالف القرار بمجموع نواب وصل لمائة وسبعين نائبة وهكذا تقدم المعسكر المدعوم من واشنطن عبر المبعوث الأمريكي بريت ماكورغ على محور إيران برعاية سليماني لكن لم تمضي ساعات حتى جاء الرد سريعا اتلاف الفتح بزعامة العامري يعلن التشكيل الكتلة الأكبر بمائة وخمسين واربعين نائبة ضم كلا من اتلاف الفتح والمالك وفالح الفياض وكتل القرار والجماهير والأنبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وحركة إرادة وبابليون وتجمع كفاءات وجزء من اتلاف الوطنية لكن الآن تتجه الأنظار نحو اللاعب الكردي الذي لم يحسم موقفه بعد فعقد اجتماعا موسعا بحضور رئيس حكومة كردستان العراق نيتشرفان بارزاني وزعيم حركة التغيير وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية الخروج بموقف نهائي من الانضمام للكتلة الأكبر لكن الأجواء توحي بميل الأكراد لإتلاف العامري لا سيما وأن العباد اتهم اتلاف الفتح بالتنازل عن كاركوك للقوى الكردية مقابل انضمامها لهم في البرلمان أجواء البرلمان الحالي لا يراها الكثيرون مختلفة عن السابق فالصفقات السياسية وبيع المناصب واستجوابات الابتزاز لا يرجح لها أن تغيب طالما أن الوجوه ذاتها وعيد إنتاجها بأسماء وعنوين مختلفة